أنا سعيلت جو أبنى ما أخش على هوا قلتون أنه أنت من فريق ميسي ولا من فريق ريستيان هونالدو رد علي رد مهم جداً هل إلا طبعاً أنا من فريق ميسي؟ آه أنا من فريق ميسي رغم أن أنا مش بشجع برشلونة يعني رغم أن مش بشجع برشلونة وأنا شفت يعني.. أنا مثلاً شفت برشلونة وبيحط جوان في ليفر بول مثلاً هو جوني الفاول الخارج اللي حط في ليفر بول مثلاً يعني بس بس ميسي النهاردة عارف أنت لما السيناريو يقفل حلو قوي هو السيناريو على فكرة كان ماشي حلو اللي هو 2-0 بس السيناريو عادي يعني أنك هتخلص المطش وتقول إن المطش خلص 2-0 وميسي أخذ كاس العالم هنحتفل وكله مبسوط والدنيا كلها مبسوط بس إنها تمشي بالسيناريو ده 2-0 وهو مقدي أداء رائع جداً بعدين تروح 2-2 وفرنسا تبقى إياه لضغطة وكله يقول لك آه خلاص هتروح منه وأوتاميندي بوزهاله فيرجع تاني هو اللي يجيب الجون الثالث ففي ثواني يوم جاي فيك الجون الثالث وبعدين هنفراض لفرنسا يمليانو مارتينيز يشيله بشكل إعجازي بعدين تروح تلعب ضربات جزاء ويدخل يشوت أول ضرب الجزاء بهدوء وبسلاسة ويسبت هجول وريسو يحطه له بسهولة السيناريو ده خلى إن الحاجة اللي كانت حلوة قوي بقت حلوة قوي 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 يعرف اللي أنت ما بقتش مسد يا جماعة هو المطش ده إن أعظم مطش في تاريخ كاس العالم في نهائي كاس عالم ده أنا بالنسبة لي في اللي أنا شفته على الأقل ده أعظم مطش في تاريخ في نهائي كاس عالم صح وعلى اللي سمعته كمان يعني بالسمع والتاريخ فده أعظم مطش في تاريخ كاس العالم فإنك تتوج بكاس العالم فأعظم مطش في كاس العالم محمد لك بالبطولة المنتخب الكنس اللي هو أقوى منك بالزبط كده فأنت بتثبت للناس كلها رغم ان انا كنت شايف انها مش محتاجة اثباتات بكاس العالم تثبت ان انا اعظم لعبة في تاريخ كورت القضا انا قفلت اللعبة هو حتى يخلي بالك هو بعض المطش و هو ماشي و بيحتفل و بتاع و بيسلم على الناس و بيشعر لهم اللقطة دي اللي هو تحس له سلام جماعة انا قفلت اللعبة سلام يعني سلام بقى انا مروح ايوة طازين من اي تاني اه يعني خلاص انا كوبة اخدت تشامبينز ليج اخدت كاس عالم اخدت دوريات اسباني اكتر لعب بيسجل اهداف في الدوري الاسباني كتير قوي فانا قفلت اللعبة فانتو عايزين اي تاني